عشان نعرف كل الجديد الخاص بمعسكر الأهلي في أسبانيا وآخر الأمور ماشي هناك إزاي تدريب الصباحي كان أخبار وإيه كل هذه الأمور اللي أكيد حضركم تبعزين تعرفوها خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز والمتقضلق عمر ربيع ياسين موفد قناة الأهلي هناك في أسبانيا ومرافق البعثة هناك في أسبانيا يقول لنا إيه كل الجديد الخاص بالفريق هناك يا عمر مساء الخير عليك قول لنا آخر الأخبار عندك يتفضل برحب كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تحياتي لك الزميل العزيز أمير هشام برحب كل مشاهدي قناة الأهلي يعني موجودين معاك في رسالة جديدة رسالة يومية من مقر بيعثة إقامة النادي الأهلي في مدينة ألكانتي في أسبانيا وبنطمن كل جمهور الأهلي وبنقول كل جمهور الأهلي على كل الأخبار وكل الأمور الخاصة بالفريق الأول جرالدو النجم الأنجولي بيصل بالسلامة إلى مقر بيعثة الإقامة ليلتحق بالفريق في التدريب المسائي بعدما انتخب أنجولا خرج من البطولة وبالتالي بيلحق بالبعثة جرالدو واحد من اللعبين المهمين جدا اللي بيعتمد عليهم الجهاز الفني خلال المشوار القادم سواء في المعسكر الحالي أو في لقائين المقالون العرب والزمالك في ختام مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز نادي الأهلي أدى ميران صباحي على أعلى مستوى الحمد البدني كان عالي جدا محمود وحيد الحمد لله بيلتحق بالتدريب مع الفريق الأول ويبتعد عن الإصابات ويبتعد عن التأهيل علشان يكون أحد القوى الضاربة اللي هتكون موجودة مع الجابة اليسرى في وجود علي معلول محمود وحيد الحمد للعب المميزة جدا اللي كان موجود مع منتخب الشباب الحاصل على بطولة الأمم الأفريقية والمشارك في بطولة كأس العالم وأيضا شارك مع مصر للمقصة سنوات كثيرة وتألق بشكل كبير علشان يتعاقب عن ناجل أهلي في الفترة الشتوية الأخيرة وينجح في التوقيع اليوم وبالتالي هو أحد الصفقات واللعبين المهمين جدا اللي يعتمد عليهم خلال الفترة القادمة طبعا زي ما حضركم متابعين بكرا إن شاء الله سيكون في مباراة ودية أمان فريق نيوبورت الإنجليزي أحد فرق الدرج ربعة الإنجليزية وده من ضمن البرنامج اللي حطتم السموات اللي صارتي الخاص بها الأحمال البدنية والأحمال التدريبية الخاصة بالتدريب أو المباريات علشان خاطر يعلم الحمل ويجرب التاكتك الخاص به ويجرب الأحمال البدنية ويشوف مدى استيعاب لعبي الناد الأهلي في اللقاءات الودية وختام المباراة يوم 15 اللي إن شاء الله نختم بيها المعسكر الحالي المقام في أسبانيا فيه ثلاث لقاءات ودية إن شاء الله يكونوا كلهم على أعلى مستوى يكونوا بدون أي إصابات يكونوا بدون أي مشاكل المعسكر حاليا كله على أعلى مستوى زي ما احنا بنقول دايما وكمان كل حاجة بيطلبها لعب كوري قدم هيلقيها في المعسكر هنا ملعب تدريب فندق إقامة حتى لوجبات كلها صحية وعلى أعلى مستوى التنصيق مع الجهاز الفني والإداري واللعبين في كل شيء كل أمور التفاصيل الصغيرة كلها بيتم الاهتمام بها وبالتالي عشان كده بقولك يا أمير إن المعسكر على أعلى مستوى حاجة تشرف وحاجة طليق فعلا بالنادي الأهلي دائما يا أمير هنكون موجودين معاك علشان قاطر نقول لك كل ما هو جديد ونطمن الجمهور ونطمن كل عشان نادي الأهلي في كل مكان على الفريق الأول وعلى البعثة إن شاء الله زي ما أنا قلت وهفضل أقول إن شاء الله ربنا يحفظ كل اللعيبة ونرجع إلى القاهرة بدون أي إصابات علشان مستوى المعسكر يكون محتار في التشكيلة يكون عنده وفرة من اللعبين في كل مكان وكل ده في صالح النادي الأهلي ختاما لك الزميل العزيز أرجع لك ونشوفك إن شاء الله في رسالك دي شكرا مشكرك يا عمر شكرا جزيلا وكلام مهم وأكبار مهمة جدا خاصة بمعسكر النادي الأهلي قال لنا زميلنا العزيز عمر ربيع ياسين وفي الحقيقة بيقوم بمجهودات كبيرة جدا سواء هو أو زميلنا كمان العزيز كريم أحمد وكمان المخرج محمد داكروري وزميلنا العزيز كمان يحيى مدير التصوير وعملين مجهود كبير جدا جدا هناك عشان ينقلوكوا كل الأمور الخاصة بمعسكر النادي الأهلي في أسبانيا مشكرهم شكرا جزيلا